على ثغور مدينة غريان عاصمة جبل نفوسة وبوابة ترابلس تتمركز قوات حماية غريان التابعة للجيش الليبي تحسبا لمهاجمة ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر على المدينة بعد تحريرها أواخر يونيو الماضي نحن حاليا محور الباب حدوث غريان من تجاهها صعبة تميل المنطقة والقضاء على التهريب هنا على طول الطريق بين بوابة البيب والرابطة تتمركز قوة تابعة للجيش وتقوم بمهام عدة منها مكافحة تهريب الوقود والقبض على المهاجرين غير النظاميين طلعنا جولة في حدود الإدارية لمدينة غريان لتفتيش سيارة المهربة للوقود والهجاة غير شرعية والآن اضبطنا سيارة مهربة البضاعة المصرية لداخل المدينة في الأيام الماضية وتحديدا في بوابة البيب الرابطة بين غريان والأصابع صدت قوات حماية غريان محاولة هجوم لميليشيات حفتر ودارت مناوشات بين الطرفين دامت لسعاد نحن موجودين وهدو أسود أسود الجبل موجودين للآن في هذه القمة ونحن نقول لحفتر لن تدخلها بإذن الله لن تدخل ولو كان معك جيش أسرائيل من جيش الإمارات وجيش السعودية وجيش فرنسا ونحن موجودين وهدو أسود عمر مختار ننتصر أو نموت في جميع البوابات المؤدية إلى غريان والرابطة لا تغادر أيدي مقاتلي الجيش الزناد على مدى اليوم حيث يواصلون ليلة بالنهار بمعنويات عالية حماية للوطن والمواطن